السلام عليكم النهارة ان شاء الله فيديو هعرفك فيه انواع الغرز كلها الموجودة عندنا اللي احنا خدناها قبل كده اول حاجة غرزة السراجة العادية رقم واحد السراجة العادية رقم اثنين وغرزة السراجة اثنين لون وغرزة الحصيرة ارجع طبعا للفيديوهات بتاعتها غرزة السراجة المائلة رقم واحد وغرزة السراجة المائلة رقم اثنين وغرزة الكلبات ارجعي برضو للفيديو بتاعتها وهنا خدنا غرزة النبات او الغرزة الخلفية وغرزة الفرع البسيط وغرزة المنقسمة الفرع البسيط شبه المنقسمة وعرفتك الفرق ما بينهم في الفيديو ده برضو ارجعي له وغرزة الفرع المتدايخ الاثنين لون هنا أخذنا غرزة السلسلة المنفصلة وغرزة السلسلة المنفصلة بعقدة وغرزة السلسلة المتصلة وغرزة السلسلة المتصلة بعقدة وغرزة دفيرة لها برضو فيديوهات ارجع لها هنا أخذنا غرزة البطنية وغرزة الزرفلة وغرزة الريشة بطريقتي طريقة تزبطي ايدك فيها كويس والتانية برضه تعرف تزبطي فيها ايدك ان شاء الله وهنا خدنا غرزة الفستونة وغرزة الزر وحنا اتفقنا ان غرزة الزر شبه غرزة البطنية شبه الفستونة ارجعي برضه للفيديوهات بتاعتها هنا دي غرزة الحشو وغرزة الحشو المتداخل اتنين لون او الغرزة الطويلة والقصيرة دي جميلة جدا في الشغل واخدنا طبعا ازاي ترسيمي على القماش القط لرسمة الفيل بتاعتنا وعملنا الفيديوهات عليها خدنا فيها الغرزة الخلفية وغرزة الفرع البسيط والمقسمة وغرزة السراجة العادية والمتداخل اتنين لون وكمان خدنا فيديو تاني تطبيق عملي على غرزة سلسلة المتصلة والمنفصلة وغرزة الحشو وغرزة الزر وتطبيق عملي لغرزة الحشو المتداخل اتنين لون وتحديد الوش دي كده السراجة المتداخل اتنين لون زي ما انت شايفها غرزة الزر وحددنا الوش بتاعنا وقفلنا المنديل برضو في فيديو كامل لتقفيل المنديل ارجع للفيديوهات دي وبردو خدنا غرزة العجلة بتعملي بها وردة برزة جميلة وغرزة العنكبوت احنا اتفعنا ان غرزة العنكبوت بتعمليها مجوز والعجلة مفرد برجعي برضو الفيديوهات وخدنا غرزة العقدة الفرنسية وغرزة الباستل وغرزة السباك او الركوكو مع غرزة السلام منفصلة ارجعي برضو للفيديوهات بتاعتها غرزة رجل الغراب وغرزة الزل دي برضو حيبالها استخدامات بعد كده حواركي حاجات بيها اللي هي بتنعمل بيها التطريز الفلاحي او القنفة غرزة الباسو هنا عم ادي هالك بثلاث اشكال لرجعي الفيديو بتاعها برضو شايف الفرق بابين كل شكل غرزة التركيب الغرزة دي طبعا اللي احنا بنستخدمها في الشعر وممكن نستخدمها في وردة برضو دي انواع مختلفة من السراجة المتدخلة باكتر من لون وريتك برضو الطريقة تتعامل ازاي والافكار نرجعي برضو للفيديو بتاعها انا المخدة دي المفروض انا كنت عاملها لكو في طارة بس انا حاولتها لمخدة اول غرزة احنا اخدناها غرزة الحشو المتداخل اتنين لون او الطويلة او القصيرة والتاني ورقة اخدناها غرزة الحشو وتالت ورقة اخدناها غرزة دلع السمكة ورابع ورقة اخدناها غرزة الطائر وغرزة السلم منفصلة وغرزة عزم السمكة وغرزة الزر وغرزة شابهة غرزة الطائر وغرزة الريشة وغرزة الباستل وغرزة عزم السمكة رقم اتنين وغرزة الايه الحشو وحددنا الايه الفرع كله بالغرزة الخلفية والورد اللي احنا اخدناها ورد بغرزة العجلة ووردة بغرزة العنكبوت واردة بغرزة الباسو واردة بغرزة الكاست اون او العكاز والوردة البرزة الجميلة دي اسمها واردة سري دي من التطريز البرازيلي وعملنا طبعا حرف الاس بالغرزة الخلفية وفي قلبيها غرزة العقدة الفرنسية والطريقة محدوطة على الطارة ازاي القماش بتاعك والطباعة ازاي وتقفيل الطارة كمان عملنا كل الكلام ده وعملنا كفر المصحف تفصيل وتطريز ارجعي برضو للفيديو بتاعه احنا استخدمنا في التطريز بتاعنا طبعا الغرزة الخلفية وغرزة الحشو وغرزة عزم السمكة اللي هي الورقة الشجر اللي انت شايفها قدامك وعملنا سجادة الصلاة تطريز برضو تفصيل ارجعي للفيديوهات بتاعتها وفي غرزة الصلاة الغرزة اللي احنا استخدمناها في سجادة الصلاة الغرزة برضو السراجة المتدخلة نيل لون والغرزة الخلفية وطبعا عرفتك ازاي تجيب الرسومات من على الكمبيوتر اللابتوب او من على التاب او من على التليفون بدل ما تنزلي وتتبعي وتكلفي نفسك او تتمشور يعني وازاي بعد كده تحفظي عليها في دوسي بتاعك انتي بفي الرسومات بتاعتك ارجعي برضو للفيديوهات دي وبردو في فيديو كامل بيعرفك انا جدت الرسومات دي ازاي وعملتها ازاي واخر حاجة خدناها خالص ازاي تعملي المنظم بتاع خيوط دي ام سي مدام ما انتي مش عارفة تنزل الجيبيه ارجعي برضو للفيديو هتلاقي حاجة سهلة خالص احنا بنحاول على قد ما نقدر بنعمل حاجات موجودة في البيت عندنا لان انا زي ما قلتلك قبل كده انا اصلا ما بخرجش من قبل الحاضر دي يعني وعلى فكرة انا مسجلة الفيديوهات كلها من شهر قبل شهر واحد بس اللي كان معطني وخلاني اعمله في شهر ثلاثة ان انا ما بنزلش عشان اعمل لكم الفيديوهات بتاعت الايه القماش والخيوط في المحلات والاسعار وكده اللي هو اول فيديو تاني فيديو تالت فيديو وربع فيديو وبالتوفيق ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة